هذا حكم الأقدمين حكم العلماء ومقتضى الصنعاء الحديثي إذن بقي حديث أمنا عائشة رضوان الله عليها ماذا؟ حديثاً تفردت به عائشة هنا مبحث حديثي اسمحوا لي أن أدلي فيه بدلوا يعني كما يقال يناسب المقام الفقير والصغير العلمي العلماء عموماً عبر العصور علماء المصطلح أو يسمونه علماء علم الحديث أو علم المصطلح أو علم الحديث ديراية هذا اسمه علم الحديث ديراية وليست رواءة ينتبهه المصطلح هو الديراية المصطلح هو الديراية تقريباً كالمتفقين في بعض الإشكالات أوردها بعضهم كالمتفقين على أننا إذا تحدثنا عن التفرد والتفرد بالحديث والحديث الفرد والغريب إلى خيري والأقسام المختلفة إنما نتحدث عن غير الصحابة فأحكام التفرد بالحديث أخرجوا منها الصحابة لماذا؟ قالوا لأن الصحابة عدول غير متهمين فالصحابة إذا روى أي حديث وتفرد به يا حيها لنا على العين ونعمة الفرأس هكذا حال علمائنا وهذه الحال تحتاج إلى إعادة نظر لدينا فيها كلام كثير لا نريد أن نقود لكن باختصار لو كان هذا الأمر صحيحا لو كان هذا الأمر صحيحا لما كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستشهد لما كان يستشهد لما استشهد أبو بكر في مرات الجدة لما كان علي عليه السلام يستحلف احلب بالله على فكرة الصحابة نحن نسلم بهذا نتسالم عليه الصحابة عدول الصحابة عدول في الجملة لا تحدثني عن منافقين اختلطوا بالصحابة الصحابة الصادقين المؤمنين ليس المنافقين عدول لا يتأتى منهم الكذب لا يكثل صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم لكن المسألة ليست موقفة على الكذب من قال العلماء جعلوها أي متعلقة بالكذب والصحابة عدول لا نتحدث عن تعديل الصحابة هذه مسألة مفروغ منها إنما نتحدث عن ما يعرض للبشر بما هم بشر وقد عرض للصحابة في كوائن وأحوال كثيرة جداً مزمورة ومحررة ومعروفة للجميع لا نريد أن نطول بذكر حتى بعضها وهو ماذا؟ الوهم الخطأ الغلط الاشتباه الالتباس النسيان أليس كذلك؟ سوء الفهم لما ألقي عليه كل ما ذكرت عليه أمثلة كثيرة جداً جداً موجود لا نلت أن نطول أين علماؤنا؟ أين علماء المصطلح من هذه الحقيقة حين ذهبوا إلى أن تفرد الصحابة لا يضر ولذلك ستقول لي وما الذي تره أنت؟ الله تبارك وتعالى أعلم وأحكم نقول الصحابة إذا روى حديثاً تفرد به في شأن من شؤون عصول الدين حتماً لا يقبل لا يمكن أن يؤسس أصل ديني أو نتكلم في شأن عقدي بحديث تفرد به أي صاحب أو صحابية غير مقبول إطلاقاً وهو حديث حين يصح طبعاً يكون أحاداً وهذا يشترك فيه الصحابة غير الصحابة بلا شك لكن الصحابة أي أولى من غيرهم ثم أيضاً إذا تفرد الصحابة بحديث له علاقة بالحدود ورفع العصمة عصمة العرض أو عصمة المال أو عصمة الدم الذي أدون الله به أنه لا يقبل حاشا الله حاشا الله أن يكون الشرع الإسلامي ختام الأديان وختام الشرائع يثبت بأحديث أحد وفيها تفرد كمان والقوانية الوضعية العادية يراعي فيها البشر حول العالم الشيوع والذيوع ولذلك لا تعتبر ملزمة إلا إن نشرت في الصحف العامة الرسمية ومضى عليها فترة تتراوح بين كذا وكذا باختلاف الدول وهذا هو التشريع البشري فالشرع الإلهي الملزم وفيه حلال حرام وربما جنة أنار تقبله أنت بحديث فرد لأنه تفرد به صاحب اتقوا الله أما ما دون ذلك ستقولون أيضاً بغير تحقيق المسألة المقام لا يتسع لكن هذه كلها على فكرة هذه كلها إلماعات وإيقاظات للسادة العلماء وطلاب العلم ومن أراد أن يلقي السمع وهو شهيد لكي يفكر فيها ويواصل الدرس أيضاً ولعلنا نساعد بعضنا البعض لكي نصل إلى شيء أقرب إلى القصد إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر